وبهذه المناسبة الافتتاحية لأعمال منتدى الشباب الإفريقي الذي استضاف طول عصمة الجميلة قدم فخم الرئيس الجمهوري إدريس ديبي إتنو خطابا ضافيا شميل إدة نقاط لخصها لنا الزميل أحمد عدم نتاب الخطاب الافتتاحي الذي قدمه الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الرائع الرسمي للشباب الأفريقي في انتلاق أعمال منتدى الشباب الأفريقي حمل هذا القتاب عدة نقاط فبعد مطالبة حيل الحضور بوقوف دقيقة صمت على أرواح شباب أفريقيا الذين قادوا نحبهم في البحار والصحار أملا في الوصول إلى مشارف أوروبا إدهيز ديبي إدنه حي الجميع لهضورهم منتدى جمينة وهذا يدل على تفكيرهم الجيد نحو مستقبل القارة وتترق إلى المادئة الأليم للقارة إبان الهقب المادئة ديبي استبشر خيرا بالمستقبل وقال إن الشباب يستطيعون أن يلعبوا دورا في مسيرها وحزى المنتدى انتلاق لحزى الطموح الكبير وأكد لهم أن القادة الأفارقة يرافقونهم لتحقيق طموحتهم لذا يجب عليهم احترامهم وأن لا يكون مشروعا في المستقبل بدون مشاورة الشباب ودعاهم بأن يكونوا قوة منتجة ومهنيين في ابتكاراتهم وحزى المنتدى فرصة لإقتراح كل الأفكار التي تعبر عن التموحات والتلبية لجميع احتياجات الشباب الأفريقي وجعل القارة مستهرة كما طلبهم بتدوين الإشكاليات كما ونوعا وهي التي تعبر التحدي الأكبر وهكذا تقديم مقترحات قابلة للتنفيذ عمليا الهجرة التي أخذت حيزا كبيرا من ختاب الرئيس قال فيها إن أفريقيا وأوروبا مسيرهما مشترك ويجب احترام كل ترف للآخر وفيما يتعلق بموضوع الإنسان والإدارة الرشيدة وهرية الصحافة لمح الرئيس إلى أن كل حزه المطالب هي عادة موروثة لدى الأفريق وإنه سينقل بكل إخلاص مقترحات الشباب إلى نزرائه قادة الدول وتمنى عملا موافقا لحز المنتدى